مع انطلاق حملات الاستفتاء قراءة الدستور تحدد مواقف الأطراف السياسية المختلفة منه قبل أيام من إجرائه أعلنت أحزاب مشاركتها في الحملة مع التصويت ضد الدستور لما تضمنه من إخلالات تمس من هوية الدولة وتطلق يد الرئيس في إدارة البلاد موقف يتقارب مع موقف المقاتعين المصاري برمته تنسيقية الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء ترف الدستور ابنا طبيعيا للانقلاب وجاء لدسترة حكم الاستبدادي هو مشروع لشخص معناه سيد معناه قيس عيد اليوم أكيد أنه السيادة معناه للشعب وهذا ما يرده سيد قيس عيد وهو كذلك ولكن نحن اليوم نتساله وقتاش الشعب فوض سيد قيس عيد أنه يلقي دستور 2014 ما يراه الرافضون في نص الدستور يرى نقيذه تقريبا الداعمون له حزب الطيار الشعبي من الأحزاب الداعمة للمصاري وللرئيس سعيد يرى في نص الدستور فرصة للقطع مع تفكك الدولة واستعادة قدرتها على أداء وظائفها معترفا ببعض الاختلالات المتعلقة بصلاحيات الرئيس وغياب الجانب الاقتصادي لكنها نقائس لا يراها كافية لرفض الدستور نعتقد أن الدستور هذا مكن من إرساء نظام سياسي وحد وتجاوز مثل تشكت السلطة وهذه كانت من أكبر المعضلات التي عاشت الحياة السياسية في تونس الرئيس سعيد كان حاضرا هو الآخر اليوم في الدعوات للتصويت لصالح الدستور رسالة كان من المفترض أن تأتي قبل انطلاق حملات الاستفتاء بحسب القانون المنظم لعملية الانتخابية لكنها تأخرت عنها رسالة تضمنت دعوة صريحة للتونسيين إلى التصويت لصالح الدستور لتحقيق مطالبهم وإنقاذ الدولة لكن خسوم الرئيس ومعارضيه يرون الانقاذ الحقيقية المطلوبة هو منع حضار البلاد نحو الحكم الفردي ورفض الدستور الجديد انطلقت حملات الاستفتاء بين رافض وداعم للدستور الجديد وكذلك من اختار مقاطعة المصاري برمته مواقفه فرقتها تفسيرات نص الدستور ومواقف أصحابها من إجراءات الرئيس سعيد علي الجسمي العربي تونس